مستوى البدني على مستوى الذهني إن شاء الله نكونوا في الموعد كرة قدم في أشياء أحكام مسابقة كل مقابلة تسعين دقيقة كل شيء ممكن إن شاء الله نكونوا في الموعد خاصة على مستوى الذهني وعلى مستوى التكتيكي إن شاء الله إن شاء الله نتلفوا الأخطاء اللي قمنا بها في المقابلة للفارتة ونحاولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وبصفة عامة الفرق الكبيرة للمجموعة كاملة مهما تكون الغيابات مهما تكون الأزماء الموجودة سوتيران رأي ناس كل لازم تكون ستابلوا عندها رندمان موجود بالنسبة لنحن المجموعة متعنا سيفري فما عديد الغيابات اللي هما مؤثرين تحبوا لتك هم مؤثرين بالمناسبة هذه مع تراجر هذه تونسي راو عنده مجموعة طيبة عنده لعبين صحيح فما نقطة زادة ما حكيناش فيها في المقابلة اللي فات لتراجر هذه تونسي عنده مدة مجموعة جديدة بريسك مقابلة الذهاب عندك فريق الأهلي بريسك ثمنتاش تسعتاش اللاعب اللاعبين أدوار نهائية والدور النصف النهائي نحن عنا بريسك أربع لعبين فقط اللي اللاعب والدور النصف النهائي هذه كل معناتها عمل خبرة معناتها عنده قيمته في المقابلات ذهما سيرتوه معناتها بشعر عبدد فريق محترام الكيمة الأهلي بالنسبة لنحن تراجر هذه تونسي عندنا مجموعة طيبة كيف كيف عندنا عندنا حراس موجودين عندنا ثقة فيهم الكرة فيها أخطاء وإذا ما فهمش أخطاء ما فهمش أهداف بشتوسل تصلح مروحك وتطور مروحك إلا ما يسيروا الأخطاء عنا ثقة في الحراس متيع للموجودين عنا ثقة في الدبشي إن شاء الله قدت ربي يقول ويكون هذا كما يزمش عادي مقابلة كبيرة ويوصل المساج بيهي لساريب في الكرة بالنسبة لي أنا كيما قلت لك تراجر هذه تونسي والأهلي المصري ما تزعزاهم مش هزيمة ولا انتصار نشوفوا الأهلي ضد صنداوس صر خمسة يلقى روحوا اليوم ديمي فينال ومتفوق ثلاثة بلاش في مقابلة الذهاب يوريك للكرة في ساعة في ساعة دور معنات الحاجة باية في فرقة ذوما لازم ما يتعيحوا سريوسهم برشا ما يتأثروش برشا يخدموا على رواحهم وفي الكرة معناتها بشي تجيك أوقات سعيبة الفرق بين الفرق الكبيرة الفرق الزغيرة اللي هي كيفاش تعرف كيفاش تخرج من الهزيمة بتاعها مش هلأ قلت لك نحنا عنا فرصة كرة القدم فيها فرص بش ترجع القيمة متاعك بش ترجع قيمة الشعار متاعك البيبليك متاعنا ومقابلة الذهاب كما قلت لك نتويوها فما حاجة زادة هي زادة ساعدة الأهلي المصري في مقابلة الذهاب مش يكون مرتاح أكثر من لازم اللي نعفو قيمة جمهورة ترجي اللي عنده قيمة كبيرة اللي يفهموا مقابلات اللي يكونوا فيها حتى ميفورم الجمهور يديز معاك ويأثر حتى على كيف الموجودة في الملعب بالنسبة اللي نحنا توى عنا هدف كما قلت لك توى مقابلة غدوة نعملوا لعلينا نبلوا المريول ومتاعنا وبريتو كرة قدم فيها ربح وقسارة إن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله قبل اللي فاتت حسب شوية أوجاع خليناها البارح مع الإطار التبي خليناها مرحبيناش ناخده الريسك خليناها هداوي دونك البارح عمل حسة العدوى متاعه بتسعين بالمئة إن شاء الله بيش يكون حاضر في المقابلة إن شاء الله تعرف مش نعرض شوي على كلام معز فما نوادي يعني في العالم الكل في المواسم ديما في أي نادي في العالم مش تجيه فترة فراغ فترة فراغ أحنا مالورزمو جاتنا في البريود ديسيزيف يعني المهمة في النادي يعني غيابات إصابات طولت شوي الفترة هداك علش يعني احنا نحاولو نحافظو علابين أقدر أكثر ما يمكن بش نوصلوهم إن شاء الله اليوم مقابلة جازين مئة في المئة كي بش تعد يرنضمو وش تكون حاضر حتى يرحم والديك ما يقولوا ليش هداك ما يخدمتك كل شي مالورزمو كي تغلو تسرتو غاردين بيوت ولا لقدر له تبدأ ميفورم ولا حاجة تلقى الشبكة قدامك دونك بالنسبة لي نحنا وبالنسبة للدبشي برسونيلا عنا ثقة فيه كي ما قلت لك الحاجة اللي حكينا معاه وكل شي اللي هو يخدم قاعد يحب تاوي مروح وكي ما قلت لك الكورة فاء اخطاء وإذا اللاعب ولا الحارس ما يغلطش ما نجمشي صالح مروح دونك سيفريه هي جيد في مموة صعيب شوي من بالنسبة لي نحنا عنا ثقة فيه إن شاء الله يكون غدو حاضر وكي ما رأينا نعاود كل ما نتاقبلك الكورة الدور فيه معانتا غدو تعمل ماتش كبير تتولي دون غارديان غلا قدر الله معانتا فوبا ولا مي فورم تلقى روحك ناس كل تنتقد فيك الحاجة باية اللي هو معانتا مزيل زغيف والعمور مزيل بشي تعلم ومزيل بشي يغلط ولكنا مزيل بشي نغلطو الإسانسيال ديمة كونفيانس ويروحو أذيك أهم حاجة ديمة ثقة في روحك ومدايما كتلع في الترجل لازم تتحمل مسؤوليتك كاوي شوفنا يعني بعد الهزيمة القاسية المدرب قدم استقالته يظهر اللي شيف اللي معاشين كي ما نقول وحنا من الأحسن اللي يعطي دم جديد ولا مثال يغادر الفريق نحب نشكر الساعة على الموسم اللي قضاها مع الفريق خدم برشا وتعب برشا لكن التوفيق بعد الأحيان يعني ما ما يكونش موجود لعدد تحت يبارات السؤال الثاني بالنسبة للسؤال الثاني الموسم